انتهت اليوم عمليات تدريب أول مجموعة من كوادر نشر الثقافة الرقمية بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية وكانت المبادرة بدأت في خمس محافظات هي القليوبية والغربية وبني السويف والبحيرة والسهاجة وتم خلال المبادرة تجهيز مئة معمل رقمي في مدارس المحافظات الخمسة وتدريب كافة طلاب ومعلم المدارس المئة على أساسيات التكنولوجيا الرقمية وتتوسع مؤسسة حياة كريمة في نشر الثقافة الرقمية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة من طلاب ومعلم المدارس بجانب تدريباتها التكنولوجيا المختلفة بتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار خطة المؤسسة لبناء الإنسان وسعي إلى إكساب المواطنين مهارات التكنولوجيا الرقمية الحديثة